رئيس ماكرون في حالة حرج وقلق انتشر هاشتاغ صفعة ماكرون والفيديو الذي صدم الفرنسيين عندما رأوا كيف أن رئيس الجمهورية يصفع أمام حراسه ومواطنيه ويشاهده العالم زيارات متبادلة بين مصر وكتر لعدة العلاقات إلى عهدها السابق التقى اليوم وزير الخارجية المصري سامح شوكري مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في أول اجتماع لهما منذ الأزمة الخليجية منتصف عام 2017 وذلك بعد نحو شهرين من بيان العلا الخاص بالمصالحة وقال وزير الخارجية القطري إن لقاءه مع شوكري اتسمى بروح من الإيجابية والتفاؤل نحو إعادة العلاقات إلى نصابها الطبيعي بين بلدين شقيقين سنرى عودة الكثير من اللاجئين السوريين من دول أوروبا إلى بلادهم وخصوصا من ألمانيا وأرى أن ألمانيا ستكون بترحيل عدد كبير من السوريين إلى بلادهم أعلنت السلطات الألمانية مؤخرا عن قرار صادم يهدد بترحيل آلاف اللاجئين والمهاجرين من البلاد وبحسب وسائل أعلام ألمانية أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قرارات اللجوء لآلاف الأشخاص الذين حصلوا سابقا على وضع الحماية الدولية في اليونان وتقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد السوريين الحاصلين على حق اللجوء الإنساني من تصاريح إقامتهم ذلك بعد إصدار سحب إقامات لنحو 150 لاجئا سوريا على أراضيها تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم